الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية سقوط شهب من السماء في المنام ما تنسونش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير إذا رأى الحالم الشهب في المنام تسقط على منزله من السماء دل على فقدان أحد أفراد الأسرة والله أعلم إذا رأى الحالم الشهب تسقط من السماء دل على الضمار أو الأزمات التي تحل بهذا المكان والله أعلم إذا رأى الحالم سقوط الشهب من السماء دل على التعرض للخسائر المدية لصاحب الرؤية والله أعلى وأعلم حيث يمكن أن يشير إلى التعرض للصرق أو النهب من بعض الأشخاص والله أعلم إذا رأى الحالم نيزك يضرب الأرض في المنام دل على تغيير الحاكم أو الملك أو الرئيس والله أعلم إذا رأى المرأة المتزوجة نيزك يضرب الأرض في المنام دل على التغيير من الحسن للأسوأ والله أعلم إذا رأى المرأة الحامل نيزك يضرب الأرض في المنام دل على التخلص من الظلم والله أعلم إذا رأى الفتاة العزباء نيزك يضرب الأرض في المنام دل على زوال الظلم والله أعلم إذا رأى الحالم نجمة مضيئة على كتفه في المنام دل على تحقيق الأهداف والله أعلم كما إذا رأت المرأة المتزوجة نجمة لامعة على كتفها دل على الأمور الصر والله أعلم إذا رأت المرأة الحامل نجمة مضيئة دل على الخير والسعادة للمرأة والله أعلم إذا رأت الفتاة العزباء نجمة معتمة على الكتف دل على المشاكل والهموم والله أعلم إذا رأت الحالم نجمة البحر في المنام كان إشارة إلى بعض الخيرات والله أعلم إذا رأى الحالم نجم البحر في المنام دل على تفريج الهموم والله أعلم كذلك يمكن أن يشير إلى تخطي الفترات والمواقف الصعبة في حياة صاحب الرؤية والعلم عند الله عز وجل إذا رأى الحالم سقوط نجم لامع من السماء في المنام دل على فقدان شخصا عزيز على صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الحالم سقوط نجما كبير من السماء دل على موت عالم أو شخصا صاحب مكان رفيع وعالي والله أعلم إذا رأى الحالم سقوط نجما من السماء دل على الأمور الغير سعيدة والله أعلم إذا رأى الحالم سقوط نجما من السماء في المنام كان إشارة إلى كسرة الشهداء في هذا المكان والله أعلم إذا رأى الحالم النجوم في النهار في المنام دل على الخيرات الوفيرة لصاحب الرؤية حيث يمكن أن يشير إلى الترقية في العمل والوصول لمكان مرموقة بين الناس والله أعلم كما يمكن أن يشير إلى الأخبار السعيدة للشخص الحالم والله أعلم كما يمكن أن يشير إلى تفريج وزوال الهموم والمشاكل من حياة صاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الحالم أنه يمسك النجوم بيده في المنام دل على الخير وتحقيق الأهداف في حياته والله أعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته